بالأمس قلت لكم بأنه الدكتور عبدالوهاب المسيري من أولئك الذين وقفوا عند المدنية الغربية عن علم وتحقيق ومطالع ولذا يعرف كاملا مفاتيح هذه المدنية والحضارة والثقافة ويعرف متبنياتها الفلسفية ويعرف مخارجها وآثارها الفكرية والثقافة يوجد هناك كتاب من الكتب الجيدة للوقوف على فكر الدكتور عبدالوهاب المسيري هذا الكتاب حوارات مع الدكتور عبدالوهاب المسيري وأنتم تعلمون الحوار بعد ينفتح على كل الأبواب ليس موضوع معين كل الموضوعات موجودة فيه حوارات حوارات مع الدكتور عبدالوهاب المسيري الثقافة والمنهج تحرير السوزان حرفي دار الفكر لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه الحوارات ولكنه الأسئلة أطرح بعض التساؤلات وأقرأ بعض الإجابات المختصرة وإلا الوقت لا يسع مثلا ما هي مآخذك على مفهوم التقدم في منظومة الحداثة الغربية الآن تعلمون بأنه الآن إذا قيل التقدم تطور تكنولوجيا علم خدمات رفاه إلى آخره أول مصداق يتبادر إلى الذهن أي مصداق ها الواقع الغرب لا يحتاج إلى دليل وقد قرأتم في علم الأصول أن التبادر علامة الحقيقة كما قالوا وإن كان لا أصل لهذا الأصل ولكنه مشهور لأن التبادر منشأه الثقافة لا حلقة له باللغة على إلى أحوال هذا في محلي في علم الأصول أو هو ما يعبر عنه الإنسان بحسب النموذج الغربي يعني الإنسان بحسب لغتنا بتعريف المدنية الغربية ما هي مآخذك على مفهوم التقدم في منظومة الحداثة الغربية يذكر يقول أولا ثانيا ثالثا رابعا أنا أقرأ رابعا بعد هذه المقدمات لنصل إلى المفتاح الأساسي لمآخذنا على ماذا؟ على المدنية الغربية أو منظومة الحداثة الغربية فالمجتمعات الغربية خصوصا غرب أوروبا اللي هي مركز ماذا؟ مركز الغرب الجغرافي اللي بعد ذلك صار تعد هي ذروة هذه العملية التطورية العالمية اللي يريدون أن يجعلوها هي النموذج ماذا؟ الأوحد وأن البشرية لا بد أن تقتدي بهذا النموذج في التقدم والتطور ونحن أيضا سائرون خلفهم ها؟ يعني صحيح في أدبياتنا نقول للإسلام رؤية ولكنه عملا نحن ماذا؟ ها؟ نسير خلفهم في تكنولوجيتنا في صناعتنا في ثقافتنا في شوارعنا في نظمنا في أخلاقنا في تعاملنا أصلا واقعا لعله حتى بشكل أكثر منهم ها؟ غربية ألا إلى أحوان ومن ثم فهو النموذج الذي يحتذا طبعا والعولمة هذا فلسفتها يعني لو سألنا ما هي العولمة هي محاولة إعطاء البعد العالمي للنموذج الغربي ها هي العولمة أن العولمة هي ماذا؟ هو هم صوروا لك نموذج عن الإنسان وعن التقدم وعن الحضارة قالوا أن البشرية كلها لابد ماذا؟ إذا أرادت التقدم لابد أن تحتذي ماذا؟ بهذا النموذج جاي ومن ثم يتحول الغرب إلى قيمة عالمية مطلقة يجب تبنيها من خلال ماذا؟ من خلال العولمة بأي أداة؟ أداة الإنترنت ملا التواصل الاجتماعي يعني هم أسسوا نموذج ثم أعطوا له إطلاق عمومي لكل البشرية هسأ الآن كيف يعمموه؟ ما هو طريق التعميم؟ ما هو طريق التعميم؟ ها؟ وسائل التواصل الاجتماعي خلاص سؤال هذا النموذج الغربي ما هي نكتته الأصلية؟ ونقطة مرجعية نهائية يجب أن نصل إليها أو على النقذ؟ ومن ثم إن ازددنا قربا من الغرب ازددنا تقدما وإن ازددنا بعدا عنه ازددنا ماذا؟ تخلفا وهذا هي ثقافة ألا؟ ثقافة أليس كذلك؟ سؤال سؤال هاي قوام هاي التقدم ما هو؟ يقول قوامه في الإنسان ولكن أي إنسان وقد طرحت الحداثة الغربية فكرة التقدم اللانهائي باعتباره الغاية النهائية للإنسان ولكن التقدم دائما هو حركة نحو غاية فلم تعرف هذه الغاية فلم تعرف هذه الغاية في المعاجم إذن ما هي؟ يقول لكن في التطبيق نعرف أن غاية التقدم من المنظور الغربي التفت تسخير العالم بأسره لصالحي هذا الذي قلنا بالأمس قلنا أصل أصل فالمدنية الغرب تقوم على تسخير ماذا؟ الطبيعة وحل معضلته مع الطبيعة هسا لماذا يريد أن يسخر الطبيعة لماذا؟ لماذا؟ أعزائي في جملة حتى يزيد معدلات الاستهلاك ولهذا كلما ازداد سيطرة وسيادة على الطبيعة ازدادت ماذا؟ ها؟ ازداد ماذا؟ ارتباطه بها وأدوا أنتوا الآن سابقا بيني وبين الله عندما الذكر والأنثى يتزوجون إذا يريدون يشكلون بيت ملامة تجد أربع خمس حاجات يحتاجون الآن يريدون يشكلون بيت يحتاجون إلى خمسمائة حاجة في البيت هذه هي الثقافة الغرب الغرب سؤال هسا الآن يقول ما هي خطورة هذا المفهوم؟ للتقدم على الطبيعة المادية؟ التفت جيدا سؤال أين إشكاله؟ ثم ماذا؟ فلنسيطر على الطبيعة فلنستفد منها بقدر يقول يا أعزائي التفتول جيدا أن الدراسات الحديثة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة في تقرير 2006 دق جرس الإنذار فيما يتعلق بمستوى الاستهلاك البشرية للموارد الطبيعية الذي يتجاوز قدرة الطبيعة على التجدد لأن الطبيعة عندها موارد ماذا؟ محددة فهذه الموارد المحددة لابد أن تستهلك بقدر ماذا؟ بقدر ما تستطيع الطبيعة ماذا؟ أن تجدد نفسها افترضوا الغابات الغابات اللي تولد عندك الأكسجين هذه الغابات كم تستطيع أن تولد الأكسجين؟ افترضوا إلى حد معين فإذا أنت بين أمرين إما أن تبقي على هذا الحجم فإذا بطبيعة الحال أكسجين أكثر من هذا عندك أو ما عندك؟ إذا ما عندك يعني تلوث بيئة فإذا صار البناء هذه الغابات ماذا تفعل لها؟ ها؟ هي تقتلعها يعني أنت ماذا تفعل؟ النتيجة مولان وهي وقد تم فلان قرأته من يقول؟ دكتور المسيري قرأته مرة في إحدى المجلات العلمية أن الإنسان الغربي أي 20% من مجموع الجنس البشري يستهلق 80% من البصادر الطبيعية وأن مجموع ما استهلكته الولايات المتحدة في تاريخها القصير يعادل كل ما استهلكه الجنس البشري عبر التاريخ هذه أرقام علميها أعزائي هذا سمع 2006 مو 2020 وأن كل أمريكي يستهلك ما يعادل ألف هندي مولا واضح؟ ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة حوالي 300 مليون نسمة بينما يزيد عدد سكان الصين على مليار و300 اللي الآن صاره مليار و400 مولان أي أن سكان الولايات المتحدة أقل من ربع سكان الصين ومع ذلك يستهلك هذا الربع من النفط أكثر من ثلاثة أضعاف ما يستهلكه الصينيون ولذا تعد الولايات المتحدة من أكثر الدول العالم كثافة سكانية لأنه أنت 300 مليون إذا ضربتها في ألف مولانا يعني دي يستهلكوني شغل مولانا 300 مليون يصنوا 300 مليار مولانا 300 مليار إنسان دي يستعملون بحسابات استهلاك الهندي وقد تبين لنا أنه لو تم تعميم هذه الرؤية الاستهلاكية في العالم وهذا اللي هم دي يفعلوه يعني الذي الآن دي يحاربون يكون في علمكمها خارج عن بحثي الآن كل هم الغرب وأمريكا أن يجعل المجتمع الصيني مجتمع استهلاكي فإذا جعله مجتمع استهلاكي أطمئنه الثقافة الغربية متأتي وينتهي كل شيء هذه كل هم الآن الغرب سنحتاج لخمس كرات أرضية مصادر للموارد الطبيعية إلى أن يأتي أعزائي أنا ما ندق وقت كثير يأخذ مولانا قد نجحت الحضار الغربية في أن تبني قبرا يكفي لدفن العالم ومن جراء تبنيها لمفهوم التقدم في الإطار المادني سؤال يبدو أنك ترى أن الاستهلاكية هي أسوأ إفرازات الحداثة اللي بالأمس ماذا بيناها الحداثة المنفصلة عن القيمة أي الحداثة الحداثة هي تذهب إلى أن الخلاص يتم من خلال السلع لأنه فارغ نفسيا فارغ معنويا فارغ قيميا فارغ فأين يملأ هذا الفراغ بماذا يملأ الفراغ بماذا يملأه هذا الاستهلاك لا طريق آخر لا طريق آخر يتم من خلال السلع وليس من خلال التحقيق كما يقول المستشرق جنب إن المجتمع الاستهلاكي هو المجتمع الذي لا يبحث عن المعنى ولا يحس بضرورة المعنى ولذا يبحث الإنسان الغربي عن معنى حياته وعن خلاصه من خلاله ماذا السلع ولهذا اقرأ هذا الكتاب إن شاء الله إذا عندك وقت ملانه شنو هذا يا إنسان اللي دي يموت هذا إنسان المعنى إنسان القيم إنسان الإنسان مو إنسان المادة إنسان المادة حيون ولكن اللي دي يموت من ها إنسان الإنسان إنسان الأخلاق إنسان القيم إنسان المعنى إلى آخر إلى آخر القائم ولهذا هذا موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر مولانا واقعا بوقت لا يسع في رأيك ما هو المخرج يبين أحيانا تسميه حضاء هو يعبر عنه هو تعبيرات قيرة يقول الحضارة المدنية الغربية حضارة الاستهلاكية العالمية وعن حضارة الاستهلاك بعد مولانا ما هو أثر هذه الاستهلاكية العالمية نابعة من مفهوم التقدم في الإطار المادي على مجتمعاتنا العربية والإسلامية يبين أعزائي بعد مولانا هل لك تصور بديل لمفهوم التقدم أنت تقول عندي مدنية إسلامية مدنية قرآنية بديلك ما هو يطلح البديل مولانا وهكذا مولانا إلى آخر القائم